وكان في وقتٍ سابق قد ناقش محافظ حضرموت مبخوط بن ماضي بالمكلة مع المدير العام لمدرية غيل بن إيمان سعيد المعاري أوضاع المدرية واحتياجاتها في مختلف المجالات وأتطرق اللقاء إلى مجالات الاحتياج في قطاع الطرق واحتياج المدرية من المشاريع الخدمية والتنموية وأكد محافظ حضرموت اهتمام قيادة السلطة بالمدرية وكافة مدريات المحافظة مشيراً إلى توجيهاته السابقة بنزول فريقٍ فني برئاسة مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت إلى المدرية والرفع بمواقع الاحتياج موجهاً بإعداد خطة عمل للعام القادم ومضاعفة الجهود لخدمة المواطنين